فيه أمر مهم جدا اليوم في موضوع الأولويات اللي حسب كلام الوزير مبارك الحريص إنه تم الاتفاق على أولويات كتلة الست عشر والحكومة لديها موافقة مبدئية على جميع ما ورد في هذا البيان حبينا أن نحط أهم ما ورد في البيان تعديل النظام الانتخابي طبعا إحنا قلنا موجوده داعش تقريبا مقترح في هذا الموضوع وهم من التجهيل للخمس أصوات في خمس دوائر في صوتين كتعديل دوائر أيضا قوانين الحريات وهذه من أهم القوانين اللي نواب مجلس 2016 تكلموا فيها واليوم نواب مجلس 2020 أيضا بدأوا يعني تكلموا فيها وتعهدوا بإصلاحها وخصوصا قانون الجرائم الإلكترونية تعديل قوانين الجزاء والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وإلغاء عقوبات الحبس في جرائم النشر وإيقاف تجريم انتقاد يعني دول أخرى أو رؤساء دول أخرى وتقليص مدة الحجر التحفظي إلى 48 ساعة والحبس الاحتياطي هذه كلها قوانين حريات يفترض أن وفق بيان مبارك الحريص اليوم بعد اجتماعها مع الستعاش أنهم موافقين عليها أيضا فيه قانون مهم جدا وهو تكويت الوظائف خلال سنة هذا موجود في اللجنة التشريعية وتضمن بيان نواب كتلة الستعاش هذا الموضوع يعني هما حاطين سنة لتكويت الوظائف الحكومية وحسب الكلام أن الحكومة وافقت على هذا المقترح أيضا موضوع ملف المصالحة الوطنية مثل ما تكلمنا عنه في تعلق في العفو عن بعض المغردين مجموعة الشباب اللي في تركيا الله يفكع عوقهم ويعودون بالسلام إن شاء الله أيضا هذا من ضمن قضايا المصالح الوطنية فيه قانون اللي هو منع تعارض المصالح هذا أيضا تم تضمينه في بيان نواب الستعاش وتم ابطاله في المحكمة الدستورية في مجلس 2016 أمر مهم جدا آخر اللي هو تعديل اللائحة الداخلية اللي تقدم فيه تقريبا 12 نائب في اقتراحات منفصلة للجنة التشريعية ويقتضي التصويت في المناصب كلها في مجلس الأمة يكون التصويت علني بالإضافة إلى ملفات قضايا الفساد أيضا هذا مدرجة في بيان كتلة الستعاش ونتكلم هنا عن رسالة الدكتور حسن جوهر اللي تتعلق بتكليف المجلس دراسة ملفات قضايا صندوق الجيش والصندوق الماليزي والإداعات والتحولات والتأمينات واليوروفايتر والرافال والنص بالعقاري مع حالة المستندات الواردة في السابق للمجلس لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها بالإضافة إلى تشكيل لجنة التحقيق في الصندوق الماليزي واقتراح مهم جدا يتعلق في نقل تبعية وحدة التحريات المالية إلى بنك الكويت المركز